مرحبا أنا عمر ملة من غرفة أخبار إيتجلوب فارنا بلغاريا بدأ الأسبوع الماضي المهرجان السنوي مربى موسكو هبات الطبيعة الذي عقد لأول مرة عام 2014 زائري الحدث سيكون لديهم الفرصة للحكم على 200 من أصناف المربى المختلفة و50 نوعا من العسل خلال ثلاثة أسابيع إن إصدار المهرجان هذه السنة مخصص لنكهات الغريبة من مختلف البلدان نذكر بعضا منها المربى الإجاس مع القرنفل والليمون الفرولة مع النعناع والرحان ومربى الطماطم الحلويات ستكون متوفرة عبر 33 شارعا في العاصمة الروسية إضافة إلى ذلك قسم من شارع كوزينيتسكي في وسط موسكو سيخصص لإنجلترا مع نسخة تبقى الأصل لساعة بيكبين بحجم 5 أمتار وكرمز للمهرجان هناك العديد من المنحوتات المطلية يدويا بارتفاع مترين ونصف على شكل مطربانات من المربى علاوة على ذلك الورش سوف تدعو الناس لصنع المربيات والحلويات الخاصة بهم وسيتم عقد المهرجان حتى السابع من آب أغسطس مع دخول مجاني من العاشرة صباحا وحتى التاسعة ليلا شكرا للمتابعة للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا إلى اللقاء